لا تجن ولا تحتاد يا أخي ما بتحرز هالقد في إشياب هدني أصعب ما بدا هالقد صدقني صدقني ما بدا هالقد منقول مرحبا لكل مشاهدين موقع الفان لكل متتابعين ما بدا هالقد منقول مرحبا لكل يلي بينطرو هالبرنامج من أسبوع لأسبوع واليوم أكيد الحلقة خاصة وخاصة جدا لأنه عنا عبقري عنا مبدع من لبنان نحن فخورين فيه بكل شي بيشتغل فيه بمجال السينما والكليبات والمسلسلات وكل هالأمور الحلوة واسمه هو أكبر لأب سعيد المروق سعيد كان مسلسل عامل هلأ هيدا أول مسلسل أنا كان المفروض زمان كان في مسلسل كنا حنا عمله أي أول مسلسل هلأ اللي عم بحضره له دور العمر لسرين عبد النور وعاد الكرام سرين عبد النور وعاد الكرام وكان فيه كان المفروض يصير فيه تعامل زمان مع سرين وماجب وغصن وعبد فهد بـ 24 إيرات بس بعدين ما تم المشروع لماذا لم يتم؟ يعني هيك ما صار نصيب لا بدك تقلنا لا والله ما صار نصيب يعني ما فيه شي محدد بلشتوا تصوير مع عادل وسرين فالنيا ما اتفقنا آخر شي لا ما بلشتوا تصوير قصدك على هلأ على هيدا دور العمر لا على دور العمر نحنا هلأ بعمنا خلصنا للناس خلصوا كراءة نص كتابة ناصر فقير بصراحة عامل اسلوب ملفت ناصر بالكتابة اسلوب حلو كتير تبين غير معادل كرام بسرين عبد النور ببعضهم بالفين ايه بدك تحضري لا بدك اعرف بدك اعرف شو نطرني يعني هل هو فيلم اكشن فيلم سوسبنس يعني فيلم غرام لا هو لاحقلك هو سوسبنس اكشن على رومانس اه اوكي ثريلر يعني هول السوسبنس ثريلر اكشن رومانس هيدا الاجواء اللي موجودة فيه شو حلو يعني رح نشوف الكاميرا عم بتزهي كيك وتروح مثل الاجنبة يعرف تتفتش على السوسبنس فيه لغة بالكاميرا رح تكون خاصة جدا ان شاء الله لهيدا المشروع تحديدا فيه يعني فيه لونجاج ديكوباج خاص بهيدا المشروع بيشبه الدراما تبعيته يعني بيشبه يعني لازم يكون هيك موظف وطبعا ايه طبعا انتج مين انتج شاهد VIP يعني مرتاح بالانتج الحمد لله المنتج منفذ روفتوب تردكشن طارق كرام والمنتج منفذ كمان عبلة خوري جينجر فيل طيب انت بتعمل ديريكسون دكتور انت بتعمل ادارة التمثيل السعيد يما فيه حدا بيساعدك لانه مثلا بلا حكم عليه ادارة التمثيل لشخص والاخراج لفليب اسمر يعني عرفت فهل انت بتابع ادارة التمثيل يما فيه حدا بتابع معه لا اكيد انا ادارة التمثيل اكيد المخرج هو اللي بدير التمثيل هو القائد الجيش قائد الجيش قديش بتحط نسبة تمثيل يعني فيه زباطه فيه قدي بتحط نسبة تمثيل على عشرة لعادل كرام يلي هو بذات الوقت مقدم برامج قدي بتلاقيه التمثيل انا رح اقلك شغلي انا عادل من زمان لفتني وانا عن جد هايدي حقيقة برا الكواليس الهيدا انا عادل كتير التقات انا وياه وكتير حابه قدام كاميرتي يعني انا بكتير اعمال حتى بعطله اعمال زمان في فيلم اعطله يلي اراه كمان لان انا شايف عادل ممثل انترستين يعني هو حدا انترستين وعنده هاي العفوية الحلوة قدام الكاميرا وسيرين عبد النور قديش متكل عجمالة قديم متكل عتمثيلها لا سيرين سيرين اول شي الجمالة تحصيل حاصل موجود يعني جمالة هي من رأسها الى اخ مستطبيها امرأة جميلة ما في شك وسيرين اصلا صديقة وحبيبتي بس يعني انا برأي انه هيدا المشروع اسمه دور العمر واسمحي لي قلك انه هو دور العمر لا سيرين عبد النور ودور العمر لعادل كرم حقيقة مدري شو نطرنا يعني في شغل ايه في شغل عليهم كممثلين الشخصيات مركبة والشخصيات مانا سهلة صعبة مطلوب انه يلعبوها بكتير زكا تعودنا على الصعب مع سيرين ومع عادل يعني كل واحد من ميلتو متاع عادل بالهاي بالراد ما بعض اذا حضرتو كرى هالناس فيه لدرجة صاروا يكرهوه وسبوع تويتر عزيمة هيدا هيدا خلطه شخصية التمثيل بالشخصية هيدا نجاح وسيرين كمان لعبة الضحية ولعبة المغروم ولعبة العيش يعني سيرين رائعة رائعة بتعريف مرة كتبت انا ما قيل انه هي جميلة من رأسه لأخمس قدميها وكتبت انه المخرج صور لقدميها فات مصخروا علي بويب سايت تاني انا كنت عم قول انه قديش كمان المخرج بيقدر يوزفها شي بدل ما خبرنا انه نامت معه مثلا ومارسة الجنس فرجنا اياها دهرة من الحمام بينين اجرية بلا شي يعني اختصر لنا مشهد بكامله وصار يقولولي كيف عم بتقولي انه صور لقدميها وبيسوا ما بيسوا بس انا لا بلاقي انه اوقات في شي بيخدم الفيلم يعني تصويرة صغيرة بتخدم الفيلم كله سوا يعني انا برأيي انه العلاقة بين الحبيبان تتوج بالاخير بعلاقة جنسية ما فينا ننكر هيدا الشي هو بس كيف بتصوريها اذا انت عم بتصوريها من وجهة نظر غرائزية تختلف تماما يعينها لك بس عم بتصوريها من وجهة نظر لانه هي علاقة مؤدسة يعني كل البشرية متل ما بتاكل وبتشرب عندها علاقة مؤدسة كمان هيدا علاقة مؤدسة مانا علاقة يعني لازم نستحي فيها لا هي بالعكس بس الشكل اللي عم تتقدم فيه يعني بتتحذر يعني المخرج كيف بقدمها للناس تماما والناس يا بتحذر يا ما بتحذر تماما تماما لانه هو يعني لقدم عقولي هيدا العلاقة تخدم المشهد يعني نحسون يا مغرومين بعضهم اكتر يا غاليتهم مصنف حياة يعني انه ما معقولي اتنان بيحبوا بعض شو بيعملوا يعني بيسهلوا على بعض بالمراسلة حسب بأي عصر لا ما فيش اسمه بأي عصر بكل العصور هيدا العلاقة موجودة نحن بس اللي بنحاول نخفيها انت كيف تصورها مثلا حسوب علاقة جنسية بنسرين عبد النور وعادل كشخصية احسا ما يجل لينا فريدي قتلها لا 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 انا ما عم بحكي بس انه لا انا بحب بحب هيدا الامور تنعطاها بشكل الفن الحقيقي يعني بيرقي بي لانه انا بعتبر انه هاي العلاقة اصلا العلاقة راقية عاكل حال انت انسان راقي سعيد اصلا بتصرفاتك بحياتك الشخصية اللي بتخلي حدا يفوت عليها وما بتشاوي اذا صار معك حكي وما خلاتنا نحكي عنها انا بشكرك على احترامك كمان لا من علاقتك الخاصة مش الخاصة بزوجتك وليدك بحياتك انا بعرف انه انه انت اصبت بمرض السرطان وانت قلتلي انا بتذكرت الفنتلك قلتلي انا بدي اغلبه بس فيه شغلة انه نحنا وعم نعمل رشارش عناك القينا انه ناس قيلين انه بالغدة اللي انفوية ناس قيلين بالرئتين ناس بالمعدي وين اصبت بالسرطان وكيف علشته وتغلبت عليه غريما انا قلت بكتير مطارح بس انه تفضل كمان عندك قول انه لا انا بالرواية بالرئة والحنجرة اه منش هيك راح صوتك بس اسم الله عليك هي على فكرة لو ما لو ما راحت على الحنجرة انا ما اكتشفته اه يمكن الله راد انه يصير تكتشف لانه هو مرض خبيث تماما يعني انت بتعرفي بيقولولك عند الرجال تحديدا الرواية بس تصيبه بتغدره يعني ما بيحس بالعوارد الا باخرة فبتغدره عن جد بتغدره لا حسيت بالاول هالمرة انا ما حسيت بعوارد الرئة لا انا حسيت بعوارد الحنجرة لما راح صوتي فراحت عم شوف لا راح صوتي صار صوتي مبحوح وكيف كان العلاج هر شعرك تعذبت لانه بهر شعرك طريق الجلجلي ايه فيه علاجات مبهر شعرك بس هو طريق الجلجلي يعني بعزي بابين الدوخة والعين نفسه بيعمل كتير سايد افاكت لايكي راح لك شغلي انه انا نعملي زرع زرع للسرطان اللي معي وانبعت الزرع على امريكا وانعمل الكيمو مركب على الكنسر اللي معي على الأد اخدت على سنة ونص كل ثلاثة أسابيع جرعات واخدت راديو 33 يوم وهلأ صحتك صرت منيحة نشكر الله هلأ قطعه الخمس سنين الحمد الله نشكر الله ان شاء الله بقطع كل العمر وما بصيبك اي مكروف وانتبه هلأ بزمن كورونا دخيلك لانه المانعة عندك بتكون قشطة هيدا الوباء اللي ما بعرف مشكلة كبيرة قدي عم بيحصد عالم عنجد لازم ننتبه كتيش عم بيمتلنا ناس منحبهم يعني متى مثل موتة اليسر رحباني ما أثرت فيه موتة الشار ناسي من العالم يعني عم بيموتوا هيك يعني منحس انه راحوا لا وما توقعنا يعني لايك هلأ تالشعر بدني انا على هذا الحديث بس ما توقعنا انه يجي هيك مرض او مش مرض هو لانه هيدا وباء يجي هيك وباء فجأة يبلش هيك عم بيحصد صدقيني معت عم بيسترجي افتح الفيسبوك لانه ستحس الفيسبوك صار ورقة ناوي يعني عكتر معك حق ما ما أقول يعني على هذا صار واحد خي عم بيقول خي ان شاء الله ما بدي افتحه ما عارف مين مين راح حدا بعرفه او حدا قريب وعزيز ان شاء الله الله يحمي لك كل اهلك الله يخليك الله يحمي الجميع الله يحمي الجميع يحمي كل الناس لانه البشرية ما بتستاهل هيدا قاسي ان شاء الله ما تكون صرنا لاخر العالم لهالوبيق انفجار المرفق هيدا الوبيق الامني يا الله هيدا الوباء الامني يلي يمكن بقدر ما هو الوباء المرضي خطر بقدر ما هو كوباء امن يعني كل شي عاشنا حروبة يمكن ما عاشنا مثل هالانفجار يلي يصنف تاني اكبر انفجار بالعالم هل حسك لانك تعمل فيلم عن مرفق بيروت يعني اول شي راح يلي كشغلي هذا الانفجار مشكلته أنا كتبت شغلي على التويتر أنه هاي منى أنينة غاز انفجرت بمدينة هاي مدينة انفجرت مدينة بأحلامها بناسها بمنطقة كانت تستوعب الجميع هي ملك الجميع هي ملك كل البنانيين كل ياتنا مرأنا من هوني كل واحد فينا بيمرق كل يوم من هوني كل يوم واحد فينا بينزل بياض بيتغدى وبيتعشى وعنده قريبين فهيدا الإحساس يمكن هيدا اللي أزانة من جوة لأول مرة منحس انه نحنا أكلنا سكين تعرفي لما انت عدو عم بيضور بيك ما عندك مشكلة تعرفي انه عدو بس بتزعلي لما انت تتفجري انت لما تحسي حالك انه مثل وعد عبينتحر هيدا الإحساس بحد ذاته كتير كتير أنا ديقني كتير وجعني كلبناني كمان كتير وجعني باعتبر انه هيدا الانفجار أزانة كلنا من أقصى الجنوب إلى أقصى الشمال أي واحد بلبنان انقذى من هذا وما رح ننسى بالسهل رح تعبر عن أحساسك بشي فين؟ في مشروع عملنا له تريتمننت وصراحية المنتج يوسف حرب حكاني فيه وفي منتجين من كندا حكيوا معنا في المشروع وفتنا أنا وسام لحود وأيزاك فهد كتبنا إذا بدك تريتمان عم نحكي إنسانيا قديش هيدا الموضوع إنسانيا وجعنا من جوة أخد شقفة من عنا صحيح ما في لبناني ما حس أنه خسر صحيح ما بقى حدا يحكي على حدا لأنه ما في لبناني ما توجع إذا كنا فعلا شو يعني تريتمان يعني كتبت السينوكس معالجي مبدعي سينوكسس سينوكسس اكزاكلي نعم واخترنا إذا بدك أبطال بعد الأبطال من القصص اللي هي صارت حقيقية لأنه لازم يكون بيست على ترو ستوري يعني لازم يكون يعني رح تدوّع على الأطفال يلي ميتوا بهلا على كل شيء على كل شيء على كل شيء إنسانيا على لأي متى رح ينتقل هالفيلم اللي يبلش يتصور سعيد من السينوكسس لقصة مكتوبة يعني تصير بلبنان لأنتقل في عادة أوقات تعمل أفليم وسائقية على قصة مدامك اتطرقت لهذا الموضوع أنا بحب كتير أحكي معيك بهذا الموضوع بس أنا عن جد عن جد ست هالة أنا برأيي إنه نحنا ما ممكن ما ممكن مستحيل ما بقى حدا يقنعني إنه ممكن نعمل وطن بلا عدالة ما ممكن مستحيل لازم يكون في عدالة بالأول أقوى شيء لازم تكون العدالة بلا عدالة مستحيل نعمل وطن مين بده يقاصس ومين بده يعاقب ومين بده يخط وبلا واسطة بالعدالة بلا واسطة بالعدالة العدالة لازم تطلع بره لعبة السياسة تتقدر تتقدر تنقدر بس أنت ظلمت كمان مرة من العدالة لأنه العدالة من لأنها مسياسة يعني ظلمت ظلمت لأنها مسياسة للأسف شفت كيف شفت كيف بس بدها القد طمام سعيد المروء أنا دايما بقول مبداع وانا يبغى المبداع هو اللي بيخلق شيء كرياتيب مضبور يعني ما بياخد من غيره بس بتعرف هالقيام بالكليبات مثلا أنت أول مرة زعلت أنه على واهلا من الحمزان أخدينا من فكرة كليب لألك هلأ كتير عم يتهموا الكليبات مثلا انتهى مبلقيس أنه أخذ كليبها من تايلر سويفت وحدها تاني هل بتلاقي انه هيدا الشي اقتباس أصدا أو ممكن متلا فكرة تخلق عند الشخص هي زيتا فكرتك مثلا هلأ في شيء اسمه توارد أفكار بس لها الدرجة لأ ما أنا عمول هلأ ظلموا انتبه ظلموا لبلقيس يعني عادة بتهموا الفنان بالوقت اللي هو المخرج اللي عم بحط الفكرة أكيد أكيد اي اي لأ ما هو هو ما بعرف ليش بيل حقول الفنان بس يعني أنا راح علق عليك وهيك بشكل مهني أكتر لأنه ما بعرف أنا ما شفت النتيجة فضل ما قدرت قارن يعني واستكون فار التوارد الأفكار اي واردة لما بيصير في نقل كوبي بيست لا هذا ما بعض توارد الأفكار هذا بيصير كوبي بيست هذا بيصير سرقة يعني كوبي بيست بيصير كوبي بيست كمان هيدا الموضوع يعني مثلا بالموسيقى أنا بعرف أكتر من 8 مزور ما بيقدر يسرق الواحد بالمشاهد قدي بيقدر يخوض ما بيقدر يسرق أكتر من 8 مزور يعني بيحقلك تسرق 7 مزور ايه بيحقلك تسرق 7 مزور بس نتمنى لها طيب بالمشاهد الكليب ما في للأسف ما في رولز ما في قواعد في إذا بدك التزام أخلاقي بينه وبين حاله الواحد يعني أنا برأيي أنه الفنان الحقيقي والمبدع الحقيقي ما لا يسعى أنه يروح يسرق أو ياخد بالعكس بس التطور وارد يعني أنت مثلا مثل هلأ بتجيبي سيارة ميرسدس أوكي هادي سيارة ميرسدس موديل الألفان نفس السيارة طوروها بمعنى تسرعوا من حالهم يعني بس إني طوروها يعني صارت أحلى بس طوروه فأنت ممكن لأنه نحن البشر نحن بحال التطور دايما يعني أنا ممكن مثل مثلا تايتانيك نعمل أربع خمس مرات الفيلم كل مرة كان نتطور أكتر آخر مرة تصور على 365 درجة جيمي جيب قديش كبير هالجيمي جيب تماما يعني ما كان بعد في الدرون تماما يعني هيدا تطور بالضبط بس مش معناته أنه ما بحق له حدا يرجع يعمله للتيتانيك عرفتي بس بدي ياخد من مطرح منتهى يعني بدي يبلش من مطرح منتهى يمكن بياخد فكرة التصوير فكرة أكس فكرة هيدا بس مش بس ما يكون واحد إنه كنه لأنه يكون في روح أحساسه فيه خليك بعد بدنا نحكيك عن فيلم زياد برجي فيلمتين حسان بعد كتير اشي بدنا نحكيه خلينا أشكر ماري لورد سمعان على رشاج أشكر جارج عطي على الكوفير وأشكر أكيد ماري لورد سمعان على التصوير أشكر توني نعمي على الإشراف بدي أشكر كمان بوتيك رورو حلوين تيابي سعيد هم بوتيك رورو برج حمول نلتقى الأسبوع المقبل مع الحلقة الثالثة مع سعيد الماريون لا تجن ولا تحتد ياخي ما بتحرز هلقات في إش يبها الدنيا صعب مبدا هلقات صدقني صدقني مبدا هلقات